السلام عليكم ورحمة الله يا رب تكونوا دايما بخير بصب تقدم لكم في الفيديو ده طريقة تخط حساب جوجل للهاتف سامسونج يالكسي A13 موديل A137F اصدار الحماية الاول اصدار الاندرويد 12 قبل ما نتكلم في موضوع الفيديو ياريت لو تبص بص على وصف الفيديو ممكن تلاقي تحديثات او فيديوهات جديدة خاصة بالجهاز لان كل يوم فيه جديد خلينا نقول الاول ان سبب مشكلة الجهاز في طلب حساب جوجل بتكون في حالة عمل اعادة ضبط المصنع من صفحة الريكوفري للجهاز وطريقة الضبط من الريكوفري مش بنستخدمها الا في حالة نسيان النمط او كلمة مرور الشاشة وبعد اعادة الضبط بتتفاجأ ان الجهاز طلب منك حساب جوجل اللي كان موجود على الجهاز قبل اعادة الضبط طريقة التخطي هتكون لها خطوات معينة ولكن في الاخر ان شاء الله يكون الجهاز مفتوح معاك كل اللي عليك انك هتستحملني في الشرح وتمشي معايا واحدة واحدة وما تنساش تشوف وصف الفيديو علشان لو الطريقة دي اتقفلت هنحاول نعمل طريقة ديدة وهتكون وقتها في الوصف في البداية ارجع لصفحة الاعدادات الراسية اضغط على مكالمة التوارئ اطلب كود نجمة شباك صفر نجمة شباك الجهاز بيدخل على صفحة الاختبار اللي قدامك في الفيديو دلوقتي يوصل الجهاز بالكمبيوتر او اللابتوب عن طريق كابل داعم لنقل البيانات ويفضل لو يكون الكابل الاصلي لو متاح حمل البرنامج المستخدم في الفيديو من وصف الفيديو فك الضغط عن البرنامج باحت برامج فك الضغط مثل برنامج وينرر اضغط على الملف كليك يمين واختر استخراج هنا في حالة طلب منك كلمة مرور اكتب بي اس اي ستة زي ما هي على شاشة الفيديو بعد فك الضغط ادخل على مجلد البرنامج شغل البرنامج لازم تتأكد ان الجهاز مختصل وبيظهر داخل البرنامج بالشكل دا لو الجهاز ما ظهرش بالشكل اللي في الفيديو هيكون بسبب الكابل او التعريفات الخاصة باجهزة سامسونج في وصف الفيديو هتلاقي رابط تحميل برنامج سامسونج كيز وكيفية تثبيته وحل جميع مشاكل تعريفات اجهزة سامسونج اضغطنا على اول اختيار زي ما بنعمل في الاجهزة او التحديثات التانية هتلاحظ ظهور فشل في العملية حتى لو حولت اكتر من مرة العملية هتفشل بردو كل اللي عليك انك هتضغط على تاني اختيار remove frb اللي مكتوب جنبه تحديث اغسطس 2022 بمجرد ظهور الرسالة داخل البرنامج كل اللي عليك انك هتحدد خيار السماح دائما من هذا الكمبيوتر اضغط على سماح استنى لحظات والجهاز هيعمل اعادة تشغيل بدون اي تدخل منك اشتركوا في القناة بعد اعادة تشغيل الجهاز لازم تعمل اعادة ضبط المصنع من الاعدادات علشان تحذف اي بيانات قديمة او حسابات مسجلة على الجهاز ادخل على الضبط او الاعدادات انزل تحت خالص وادخل على الادارة العامة اعادة الضبط اعادة تعيين بيانات المصنع اعادة ضبط مسح الكل الجهاز هيعمل اعادة تشغيل وفي الغالب هيفضل متوقف على شعار سامسونج لمدة 5 دقيقة تقريبا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعد اعادة تشغيل الجهاز اختر اللغة اضغط على بدء حدد مربع الموافقة على الكل اضغط على موافقة موافقة تخطي عدم النسخ التالي كبول تخطي 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 انهاء تم تخط حساب جوجل للجهاز بنجاح يارب الفيديو يكون عجبك ويكون قدرت أقدم حاجة مفيدة أتمنى لك دوام الصحة والعافية